السلام عليكم بنات اخواتي نتمنى يلقيتم هاد الفيديو في احوال طيبة انشارت معكم هاد الكيك بارد بالفواكه دفا حاليا الموجودة ما شاء الله وقيزة ديالها تيجي غاية بالروعة وتيجي الديد الديد والتكلوب صحة والراحة ان شاء الله المقادر جيد بسيطة بسرعة تيوجد والديد هاد المقادر عندي بيضة واحدة نضيف فيها نصف تأس سترسنيده نصف تأس سترسنيده نصف تأس حليب خمارة واحدة فاني تاس وربعة دقيق فقط هنا عندي واد الانظف فيها هذا البيضة يتكون من حجم تابير غنفرغ عليها نصف تأس وقليل من فاني او فاني سائلة اللي موجود وغادي نخدم بالضراف اليدوي نخدم هاده البيضة يتغير لاشي شوية اللون ديالها غنوضع هاد القبيصة ديال المريحة من بعد غنوضع نصف تأس ديال الزيت تدريجيا مع التحريك من بعد غنضيف تاني كاس ديال الحليب وغنضيف واحد القشور ديال برتقالة باش تنسملي الكيك اختيار يلي بغي ضيفي يضيفان يما بغاش رعي الباني كافية صافي ومن بعد غنضيف هذا الكاس اربع ديال الدقيق يكون منخول وخمارة واحدة من وزن ثمانية رقم سوف نحصل على الكيك من الافضل الناس الكيك ما تتقلوش بزاف عندي هنا المول اللي غنضيف عنده الاطار تحتاني سيتحل غادي اندهنو بالزبطاء والدقيق وغادي نفرغ فيه الكيك الفران سخون من قبل عادي انا سخنتوه دخلت فيه الكيك هنا منوجد سيرو سيرو باش غنضقي الكيك باش ميجينيش ناشفه انا اضفتو على التاس ديال المال ستاس ديال ستورسانيدال قليل من نقشي قطرة ديال الحامض باش ننسم هنا تصير ونوضعوه طيب وغادي نخرج التات من الفران هنا غادي نوجد التريمام عادة نسقي عادة نسقي الكيك هنا عندي نسيترو ديال الحليب جوج معه الاقتبار ونصف ديال تخيم باتيسيار او ميزينه ناشا او ميزينه انا اضفتو معه القاتبيره ديال ناشا ومعه القونص ديال التريم باتيسيار عندي جوج معه الاقتبار ديال السانيده السانيده تتبقى حسب الدقل لان الفخوي حلوه هنا ايه 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 صفيتها عادة غنوضعها في النار هنا ايه صقيت بعد التات ديالي التات سخون او سيرو بارد حاجة واحدة اهنا وضعت صفق النار تتابط لي هذة التريم حسيت بها عقادة وضعت فوار المحل القاتل للزبدة خاصة بالاكل وحركت وفره اهنا غدين مروا ان شاء الله ليفخوي ايه نوع ديال ايه ليفخوي موجودة عندكم في الدار متقيدوش بهذا الانواع ايه حاجة عندكم هنا عندي شوية شهيدية قطعة زعاج جوج بانانات برقوقة تيوية وحدة اللي عندكم زينوبي انا اشارك سمعتكم على الفكرة هنا عصرت واحدة جوج برتوقالات فاش عصرتهم اه صفيتهم غدين وضع غدين فاش نعصرهم غدين وضع لهم هذة جوج برتوقالات غدين وضعهم فكاسرونة غنضيف عليهم ساشية وحدة ديالفاني ونضفت معلقة وحدة ديالسكرار ثانيدة لانه ليمون حلو غدين نحن وضعهم فوق النار تي يسخنوا ليه تبخوا وعادة نستف هذو اللي فخوي ديالي فوق هذة الكريمة اه واحدة ستفلي ما بغى ميمن عشرة تسمعكم الطريقة ستفلي فخوي ديالكم تفرغوا هذة الفلون ديالليمون مع الفلون سخون وتوضعوا واحدة مع القاعدة تفرغوا باش متخسرش التقبش لكم الكريمة وانتمنى اخواتي هذة شكل نهائي ديالا وانتمنى انكم تجربوها ولكن تنستحق تشريع شجعوني الله يجزيتم بخير ولا يطول في عمركم موسيقى موسيقى